وعن هنا بنيجي نتكلم وإحنا بنتكلم عن هذا الحديث بنتكلم عن حاجة مهمة قوي إزاي نفهم للمسلمين بيجعلوا مثل هذه الأوقات ومثل هذه الحوادث التي مرت عليهم بالسعد والهناء زي حادثة الإسراء ليه بيجاروها نقطة فارقة في حياة الناس هنا بقى لازم نقول كده لازم نقول إن حادث الإسراء هي نقطة فارقة مسألة مهمة جدا إن حادث الإسراء نقطة فارقة نقطة فارقة جعلت أبو بكر الصديق صديقا وجعلت أناسا تواروا عن حياة النور والإيمان بس سيدة عائشة بتقول لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى إلا حصل أصبح يتحدث الناس بذلك الناس بقى الموضوع انتشر فارتد ناس ممن كانوا أمنوا به برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه الناس الأمنوا بحضرة النبي وصدقوه إلا حاصل ارتدوا وسعوا بذلك إلى أبي بكر عايزين ياخدوا إيه؟ ياخدوا الفتنة بتاعتهم وياخدوا هذا الارتداد بتاعهم فيعملوا إيه؟ فيعملوا تحدي لأبي بكر تحدي فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ ده صعبك بيقول أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ طبعا في روايات أخرى وزعم أنه ماذا؟ ذهب في رحلة نضرب فيها أكباد الإبل أشهرا ثم عاد في ليلته فهم عايزين يعملوا إيه؟ يعملوا تحدي لسيدنا أبو بكر قال وقال ذلك يبدو أنه هو سيدنا أبو بكر وكأنه فرح فظنوا أنه قد سر الشك إلى قلبي قال وقال ذلك قالوا نعم يا أبو فرحوا بقى جات لهم الفرصة عايزين إيه؟ يشككوا سيدنا أبو بكر في ماذا؟ في تصديقه بالنبي فسيدنا أبو بكر قبلهم بنموذج اللي عايزين يعملوا سيدنا أبو بكر ده نموذج للتفكير السليم والليقين قال لهم لئن كان قال ذلك لقد صدق لو قال كده صدق فإن اللي حصل؟ فهم استمروا بقى في إجراء الفتنة أو تصدقوا أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم إني لا أصدق فيما هو أبعد من ذلك أصدق بخبر السماء في غدوه ورواحه فلذلك سمي أبو بكر الصديق هنا بنقولي بقى يا سادة رحظات الأشياء الكبرى هي لحظات فارقة واللحظات الفارقة هي اللي بتخلي البشر يعرفوا صدقهم فيما يتكلمون به وفيما يؤمنون به ماذا تعرف أنك صادق؟ ودوة السر اللي ربنا بيجيب الحوادث الكبرى في حياتنا الحوادث الكبرى في حياتنا هي اللي بتدل على صدقنا وهو دوة اللي جه وإحنا بنتعلم دروس الإسراء والمعراج إن إيه؟ إن هنا هناك من حصل على لقب كشف عن حقيقة علاقته برسول الله وحقيقة إيماني بماذا؟ بأنه ثبت على يقينه في لحظة فارقة سيدنا أبو بكر ثبت على يقينه في لحظة فارقة ولذلك ممكن تشوف كمان صدق سيدنا أبو بكر في إن هو على يقين مما عند الله لما تحدث حادث الإفك برضو حوادث كبرى حوادث بتكشف المنافقين وحوادث بتخلي الناس بتغرب للناس الحوادث الكبرى تغرب للناس فيأتي سيدنا أبو بكر في حادث الإفك فيحصل المسطح يعمل إيه؟ مسطح يخوض في حادثة الإفك وهو قريب لسيدنا أبو بكر وكان سيدنا أبو بكر بيصل بصدقة فلما يخوض فينا يمنع صدقته سيدنا أبو بكر فإنه يحصل فربنا يخاطب رسول الله أن يخاطب سيدنا أبكر إيه فأفوا واصفحوا فيأمروا بالعفو والصفح ثم يضع معنا للعفو والصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم فسيدنا أبكر صادق قال أحب والله يا رب ووصل مصطح نسي كل حاجة انتهت القضية كلها لأنه ماذا لأنه صديق بمعنى أنه يصدق وصادق في العمل بما صدق فسيدنا أبكر صادق في العمل بما صدق هنا بقى دي مهمة أوي اشتركوا في القناة